بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الله الطيبين الطاهرين أنا الدكتور محمد أبو الطيب أتقياكم في محاضرة جديدة من محاضرات دبلوم الهايدروجين الأخضر محاضرة هذه اليوم مخصصة لموضوع استهلاك الماء والطاقة الكهربائية المطلوبة أو التي نحتاجها لتشغيل أجلسة تحليل الماء إلكترولايزر سيبتدأ أولا بمتطالبات كمية الماء التي يفترض توفيرها لتشغيل منظومة إنتاج الهايدروجين الأخضر عن طريق استخدام إلكترولايزر منظومة تحليل الماء تستخدم الطاقة الكهربائية المستمرة لإنتاج الهايدروجين عن طريق كسر أواصر جزيئة الماء المتكونة من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين كما ترون ذلك في التفاعلات أمامكم وقد سبق لي شرح هذه التفاعلات بشكل تفصيلي في مواقع مختلفة من هذه المحاضرات كمبدأ عام ومن الحسابات الكيميائية البسيطة نحتاج إلى 9 كيلوغرامات من الماء كوتر كونسابشن لإنتاج 1 كيلوغرام من الهايدروجين والإضافة كيف تم حساب هذه الكمية من الماء مقابل الهايدروجين المنتج ودون الخوض في الحسابات الكيميائية المفصلة واعتماد على الأوزان الجزائية لكل منظرات الهايدروجين والأكسجين في جزية الماء فإن جرام مول للهايدروجين هو 2.016 غرام لكل مول بينما هذه القيمة للأكسجين هي 18.015 لكل مول وبالتالي من قسم قيمة الجرام مول لكل من الهايدروجين إلى الأكسجين نحصل على نسبة 1 إلى 9 بينهما ولكن من ناحية الفعلية نحتاج من 10 إلى 11 كيلوغرام من الماء لكل 1 غرام من الهايدروجين المنتج شريطة أن يكون هذا الماء من زوء العيونات وكمية هذا الماء المطلوب تعتمد على نوع التقنية المستخدمة من قبل الشركات المختلفة كما ترون ذلك في جدول أمامكم ولكن قبل استخدام الماء في منظومة الكوتراليزات لابد من تنقيته بدرجة كبيرة ونزع أي آيونات يمكن أن يحتويه لطمان أن يكون الماء الداخل لمنظومة التحليل ذو موصلية كهربائية مخفقة بما فيه الكفاية وبحسب متطلبات منظومة التحليل ولكن علي هنا أن أورد ملاحظتين أولهما أن المصالح يعني إزالة الآيونات من الماء والآيونات هنا يقصد كل الذرات أو الجزيات المشهونة كأربائيا والموجودة في الماء ولها أصاب في شحنة موجبة أو سالبة مثل آيونات الصوديوم آيونات البوتاسيوم أو أي أملاح أخرى في العديد من التطبيقات تعتبر هذه الآيونات شوائب يجب إزالتها من الماء الملاحظة الثانية هنا هناك كمية إضافية من الماء إذا ما تم استخدام المياه السطحية أو مياه الحنفيات التابوتر ويمكن أن تصل كمية الماء المطلوبة من 18 إلى 20 كيلوغرام نسبة إلى أنتاج 1 كيلوغرام من هيدروجي علينا إذن أن نحسب كمية الماء المطلوبة لحصول على 1 كيلوغرام من الماء الخالي من الشوائب التابيورووتر المناسب للاستخدام مع منظومة تحليل المياه للحصول على 1 متر مكعب من الماء بهذه المواصفات سنحتاج إلى 1.4 متر مكعب من المياه الجوفية ويمكن أن تزاد هذه الكمية اعتماد على نوعية المياه الجوفية وكمية الأملاح الموجودة فيها كما أننا سنحتاج إلى 1.5 متر مكعب من مياه الصرف بعد معالجتها أو المياه السطحية ولكن هذه الكميات التي ذكرتها ليست هي الكميات الوحيدة من الماء التي نحتاجها هناك كمية ثانية من الماء نحتاجها في منظومات تحليل المياه وهي المياه المطلوب للتبريد هذه المنظومات والسبب يعود أن منظومات الإلكترائيزر تطلق كمية كبيرة من الحرارة والتي يجب التخلص منها للمحافظة على استقرارية إنتاج وعمل هذه المنظومات لذلك سنحتاج إلى ماء لتبريدها في منظومة الإلكترائيزر صغيرة يتم استخدام منظومات التبريد الجاف فيها أما المنظومات الكبيرة فيها تحتاج إلى الماء لتبريدها أو يمكن تبديد هذه الحرارة باستخدامها في تطبيقات أخرى مثلا استخدامها في معالجة مياه الصرف الصحي أو أنظمة التدفية المركزية في المشاة القريبة من مشاريع الإلكترائيزر هذه بالنسبة لمشاريع التي يتم فيها اختيار نظام تبريد قائم على الماء فإن تصميم منظومة التبريد سيحدد كمية المياه المطلوبة لذلك وبالنسبة لأبراج التبريد بالتبخير ستعتمد كمية المياه المستخدمة على نوعيتها وطبيعة العسابات التصميمية لهذه الأبراج وغيرها من عوامل التصميمية وبحسب الشركات المصنعة لهذه المنظومات لذلك فلا يمكن تحديد قيمة وحيدة لكمية المياه المطلوبة القاعدة الأولية أو التخمين الأولي أن هناك حاجة من 200 إلى 400 لتر لكل ساعة من المياه لتبريد كل 1 ميجاواط من ساعة الإلكتراليزر ويمكن أن تزيد هذه الكمية للضعف أو أكثر اعتمادا على تصميم عملية التبريد وتفاصيلها المختلفة ولإضاح تفاصيل هذه المسألة سأعرض المثال التالي أمامكم خطط إنتاج Green Hydrogen باستخدام منظومة تحليل المياه سيتم استخدام 59 كيلوغرام من الماء الخام المجهز المنظومة ستدخل هذه الكمية من الماء إلى منظومة التناضح العكسي Reverse Osmos حيث سنخسر بحدود 20% من هذه الكمية تقريبا في عملية التنقية هذه يتبقى لدينا هنا بحدود 47 كيلوغرام من الماء 12 كيلوغرام منها ستدخل منظومة Deionization بينما ستذهب بكمية قدرها 35 كيلوغرام لمنظومة التبريد حوالي 20% من كمية الماء التي دخلت منظومة Deionization سيتم فقدها كخسار أي حوالي 2 كيلوغرام كمية الماء الخارجة من منظومة Deionization هي 10 كيلوغرام ستذهب إلى منظومة تحليل المياه الكتوراليزر في النهاية سنحصل على 1 كيلوغرام هيدروجين و 8 كيلوغرام من الأكسجين وسيتبخر حوالي 25 كيلوغرام من الماء في عملية التبريد وسيذهب 25 كيلوغرام من الماء كويست واتر حصلنا على 1 كيلوغرام من هيدروجين منصرف 59 كيلوغرام من الماء العادل وكمية هذه المياه كبيرة نسبيا وهي تمثل حد المشاكل أمام انتشار طريقة إنتاج الهيدروجين لسبب كمية الخسار الكبيرة الحادثة في استخدام المياه وسبب في ذلك أنه قد لا يمكن توفير كمية المياه المطلوبة لعمل أجهزة تحليل المياه في كثير من دول العالم وأمومكم مثال ثاني نستخدم 61 كيلوغرام من الماء الخام رووتر لإنتاج 1 كيلوغرام من الهيدروجين و 8 كيلوغرام من الأكسجين و 30 كيلوغرام خسائر التبخير لأغراض التبريد و 22 كيلوغرام كويست واتر ويمكن أن تجدوا في المنشورات في الانترنت أمثلة بأرقام أقل أو أكثر بحسب نوع المنظوم المستخدمة وتفاصيلها نصل الآن إلى الجزء الثاني من متطلبات إنتاج الهيدروجين وهي الطاقة الكهربائية المصروفة لإنتاجه بعد أن أعرضت لمتطلبات المياه المطلوبة أيضا لإنتاجه الفكرة الأساسية هنا هي أن مصادر الطاقة الكهربائية ستكون حتى من مصادر طاقة متجددة ولا لن يكون الهيدروجين المنتج هيدروجين أخضر بل وحتى الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الكهربائية المجهزة من شبكة وطنية لا يتم اعتباره أخضر في الكثير من الأحيان ولد الكثير من الباحثين والمؤسسات العلمية لأنه منتج باستخدام طاقة كهربائية منتج جزئيا باستخدام المصادر الملوثة مثل النفط الخام أو الغاز الطبيعي القدرة المجاهزة لمنظومة الكوتولايزر هنا هي قدرة مستمرة DC Power لذلك لا بد من مراعاة هذه المسألة عند إعداد التصاميم الكهربائي مثل هذه المنظومات في حالة استخدام مصادر طاقة متناوبة كالشبكة الوطنية مثلا يتم تحويل الطاقة المستلمة منها إلى طاقة مستمرة باستخدام ركتفاير وDC2 وDC كومفيرتر مناسبين طبعا ستكون الخطوة الأولى هي تحديد مصدر التجهيز بحسب نوعية التجهيز ومقدار الطاقة التي ينتجها في الأساس هي مصادر طاقة متجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ولكن يمكن أحيانا إضافة DC Micro Grid إذا كانت متوفرها في مناطق تشغيل منظومات تحليل المياه وأخيرا هناك Grid Power مع الملاحظات التي ذكرتها سابقا عليها في حالة استخدام الواحي الشمسية والتي تنتج قدرتها بشكل مستمر DC Power لا حاجة لنا في هذه الحالة إلى AC2DC ركتفاير ولكننا سنحتاج إلى step down DC2DC كومفيرتر لضمان توافق القدرة المزودة لمنظومات التحليل مع متطلباتها وهي هنا على سبيل المثال منظومة البروتونيك اسجينج ممبر بالقدرة المحددة بحسب شروط التجهيز المطلوبة أي بالفولتية والقدرة المناسبة ومن المعروف طبعا أن الواحي الشمسية تعتمد في إنتاجها على شعائي الشمسي المتغير في أثناء النهار وبحسب اليوم من السنة إلا إذا كانت المنظومة التضمن البطاريات تضمن تزويد الإلكترولايزر بقدرة ثابت وأمامكم مثال آخر على منظومة طاقة رياح في توربينات الرياح الصغيرة القدرة المنتجة هي DC Power وإلا ما في توربينات المتوسط الكبيرة القدرة المنتجة هي قدرة متناوبة AC Power ثلاثية الطاور لذلك لا بد من وجود AC2DC ركتفاير وهناك مكونات يتم إضافتها إلى المنظومة المحافظة على مستوى معين من استقرارات التجهيز مثل إضافة DC Pass Capacitor لسبب التغيرات الآنية السريعة في حركة الرياح وبالتالي التغيرات في إنتاج الطاقة الكعربائي أما في حانة يوجود DC Micro Grid كل الذي يحتاجه هنا هو DC to DC Converter مناسب لعمل منظومة التحليل أما في حالة ربط مع الشبكة ستكون هناك حاجة لمحولة مناسبة و AC2DC ركتفاير بحسب القدرة المطلوبة لتسجيل منظومة التحليل لا ندخل في التفاصيل هنا لأنها متغيرة وتهتمت كثيراً على طبيعة الشبكة التي تم تزود بالطاقة منها وكذلك منظومة التحليل وخصائصات تشغيلية ويمكن أن تجدوا في المقالات والبحوث المنشورة أمثلة كثيرة لهكذا منظومة وأمامكم مثال من أحد البحوث المنشورة عن حاجة منظومة تحليل من نوع البييم للطاقة الكهربائية والماء لإنتاج 1 كيلوغرام من الهايدروجين الأخضر المنظومة هنا تحتاج إلى 54.6 كيلوات أور من الطاقة الكهربائية و 18.04 كيلوغرام من الماء لإنتاج 1 كيلوغرام من الهايدروجين بينما خلية الأكسيد الصليبة تحتاج إلى 36.14 كيلوات أور و 9.1 كيلوغرام من الماء لإنتاج 1 كيلوغرام من الهايدروجين وأمامكم مثال آخر يتم في استخدام ماء البحر لإنتاج الهايدروجين فباستخدام طن واحد من ماء البحر أي 1000 كيلوغرام ستقوم منظومة التحليل الأرو بإنتاج نصف طن منه والسيدة بنصف الطن الآخر كدسشارج ووتر وتستلك هذه العملية 3.5 إلى 5 كيلوات أور لكل طن من الماء في الخطوة الثانية سيتم استخدام 500 كيلوغرام من المياه المنتجة في تجريه الإلكترولايزر الذي سينتج 50 كيلوغرام من الهايدروجين وتستلك هذه الخطوة من 40 إلى 60 ميجاوات لكل طن من الـ H2 وهذا مثال آخر لمنظومة الهايدروجين متكاملة تضم كل مراحل عامية الإنتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك تضم كمصادر إنتاج كل من الطاقة الشمسية بسعة 70 ميجاوات وطاقة الرياح بسعة 96 ميجاوات والطاقة الكهربائية المنتجة من استخدام منظومات الطاقة الشمسية وهو توربيلانت الرياح ستستخدم لتجريه الوتر الإلكترولايزر والماء المزود لها يتيمين بيرغ تنتج منظومة الإلكترولايزر المربوطة مع هذه المصادر من الطاقة 25 طن من الهايدروجين يوميا ويتم أطلاق الأكسجين للجو يصار بعدها إلى ضخ الـ Green Hydrogen المنتج حتى يتم كبسه وإعداده بالمواصفات المطلوبة لخزنه إلى خزان بسعة 20 طن ومن كل 25 طن المنتجة سيذهب 5 طن منها بشكل الغازي للاستخدام في تحريك المركبات التي تستخدمه كوقود لعب بينما سيذهب 20 طن من Green Hydrogen المنتج إلى وحدة تسهيل أو إسالة لتحويله إلى شكل السائل وبعدها إلى خزان بسعة 40 طن وبعدها سيصار إلى توزيع المركبات التي تستخدمه بصيغته السائلة في اجتغالها نأتي الآن إلى موضوع في غاية الأهمية وهي التحديات التي تتواجه لـ Green Hydrogen وما سأذكره هنا وما يتعلق تحديداً بالمياه أولاً طبعاً مع باقي التحديات الأخرى والتي سبق لذكرها في محاضات السابق التحدي الأول هو تحدي الإلكتراليزر ذات بسبب كمية الطاقة الكهربائية التي تحتاج هذه المنظومات خاصة أن الكفاءة فيها لا تتعدى من 60% لحوال نأتي الآن لما أعتقده التحدي الحقيقي الذي يواجه أجزة إنتاج الـ Green Hydrogen وهو تحدي المياه تواجه معظم مناطق العالم تحديات كبيرة في مجال توفير المياه بما في ذلك توفير كميات المياه التي يتم الحاجة إليها للأغراض الزراعية والصناعية والاستخدام البشري وكذلك الاستعابة الزيادة في الطلب على المياه نتيجة الزيادة في أعداد السكان والزيادة حاجتهم للمياه الطلب الحالي على المياه لأغراض إنتاج الـ Green Hydrogen لا يشكل مشكلة حالياً ولكن زيادة إنتاجه بشكل كبير قد يكون من التحديات الإضافية والمشاكل التي تواجهها الطلب على المياه من ناحية النظرية لا ينبغي أن تعيق مسألة توفير المياه الطموحات الوطنية للدول بالتوجه نحول Green Hydrogen لأنه يمكن انتباع استراتيجيات مثمرة في هذا المجال كتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدامها لإنتاجه ولكن طبعاً ستتطلب هذه استثمارات أكبر واستلاك إضافي للطاقة الكهربائية هذا طبعاً مع مراعاة أنه ليست كل الطرق المتجددة تحتاج نفس كمية المياه أمامكم مخطط لمقادير المياه التي تحتاجها كل الطريق من طرق إنتاج الـ Green Hydrogen ويمكن أن تروا أن رياحي التي تحتاج مياه أقل بعدها طاقة الإلواح الشمسية أما استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة باستخدام مركزات الشمسية الحرارية CSP فهي في الأساس تحتاج إلى كميات مياه كبيرة لإشتغاله وهي التي تستلك أكبر كمية من المياه لإنتاج Green Hydrogen تليها تقنينات Geothermal موضوع مشكلة الحاجة إلا ما موضوع نقاش طويل بين مختلف الجهات والآراء فيه مختلفة ومتناقضة ومتنوعة ولكل طرف حججه فيها فهل ستمثل هذه الحاجة مشكلة حقيقية واجهة البشرية أو لا تمثل أي مشكلة من الآراء المهمة في هذا المجال ما تم نشره عن إيرينة وهي لوكال الدولية للطاقة المتجددة والتي ترون واجهة هذه المقالة أمامكم بحسب الرأي المنشور في هذه المقالة فنقيم الطاقة منظومات تحليل المياه لإنتاج الهايدروجين في 2050 هي 70 إكسا جول والإكسا جول هنا هو 10.18 جول وهذه تحتاج إلى ماء بكمية 25 بليون كيوب كميتر ورغم ضخامة هذه الكمية فإنها أقل من كمية المياه المطلوبة لإغراض الزراعة التي تقدر بـ 2800 بليون كيوب كميتر أو للإغراض الصناعية التي تقدر بـ 800 بليون كيوب كميتر بينما تستهلك الاستخدامات المدنية 470 بليون كيوب كميتر أمامكم مخطط لكمية المياه المصروفة في مجال إنتاج الطاقة والزراعة في سنة 2014 وعاجة المياه لإغراض الهايدروجين المستقبلة كمية المياه المحددة في هذا الشكل هي نوعين من المياه وتر الزدرولاس وهي كمية المياه التي يتم استخدامها وإعادتها وتر كونسابشن وهي كمية المياه التي يتم استخدامها دون أي استعادة لأسباب كثيرة من ضمنها التبخل في استخدام المياه لإغراض الطاقة والزراعة كل النوعين من المياه هم أكبر بكثير مما نرى في استخدام المياه لإغراض إنتاج الهايدروجين أحد أهم المصادر التي يمكن تعويض عليها مستقبدا للحصول على المياه المطلوبة لعمل منظومات تحليل المياه هي الويستواتر ويمكن هنا الاستفادة من مجموعة عناصر أولا هذه المياه تمثل مشكلة بيئية ومعالجتها أمر مهم ويمكن أن يوفر الأكسجين الأخضر المنتج من عميات التحليل فرصة لتحسين معالجة هذه المياه وحتى الحرارة ناتجة من عمل منظومات تحليل المياه يمكن الاستفادة منها هنا المظر الثاني هو مياه البحر ويمكن أن يمثل استخدام هذه المياه فرصة مفيدة خاصة إذا ما دمجت منظومات التحليل مع منظومات تحليل المياه مع مزر الطاقة المتجددة في نفس الموقع الآن سأعرض لمنظومات إنتاج Green Hydrogen حقيقية أمامكم صورة لBM Electrolyzer بقدرة 1.2 ميجاواط وبسعة إنتاج 800 لتر في الساعة وهذه صورة أخرى لمنظومة BM Electrolyzer أيضا بقدرة 5 ميجاواط وبسعة إنتاج 1200 لتر في الساعة وهذه منظومة Alkaline Electrolyzer بقدرة 20 ميجاواط وبسعة إنتاج 4500 لتر في الساعة وهذه منظومة BM Electrolyzer بقدرة 50 ميجاواط وبسعة إنتاج 1000 لتر في الساعة أتمنى تكون هذه المحاضرة مفيدة لكم وأعطتكم فكرة وتصور أولي عن كمية المياه والطاقة الكاربائية التي تستهلك منظومات إنتاج Green Hydrogen إذا أعجبتكم المحاضرة فلا تبخلوا بإظهار الإعجاب عليها وبإمكانكم إشتراك المجاني في قناتي من خلال الضغط على Logo Solar وهذه الصور لبعض محاضراتي في قناتي على اليوتيوب التي تضم أكثر 240 محاضرة متخصصة في مجال منظومات الطاقة الشمسية ومنظومات طاقة الرياح وإنتاج الطاقة من النفايات الصليمة وطاقة الهيدروجي وهذه الصور لبعض محاضراتي في الدبلومة الأولى في قناتي التي تحاول استخدام الواحي الشمسي في إنتاج الطاقة الكهربائية وهذه صفحتي في الفيسبوك بإمكانكم التواصل معي من خلالها عبر إرسال أي ملاحظات أو إسئلة أو استفسارات تحبون عرضها عليه شكرا لكم واتمنى لكم يوم سعين شكرا لكم